طيب يا مولانا الوقت انا اعمل ايه انا عاوز اكون في دائرة فيها وصل بالله جل وعلا فيها اتصال مع الله قلنا ان الذكر هو منشور الولاية يعني ايه هو منشور الولاية يا مولانا كتر جدا بنسمع الولاية والناس عاما تقولك انا ولي وتل ولي 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 عاوز تعرف اه فاصل ونواصل فانتظرون الفاصل ان الذكر منشور الولاية من اراد ان يكون ولي لله تبارك وتعالى يعني ان يكون في معية الله تبارك وتعالى وقلنا ان من كان في معية الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان وفي كل حان وان يعني مع الله فمن عليه اذا قال قال لله واذا اعطى اعطى لله واذا منع منع لله فهو مع الله اينما حل واينما كان فحينما يذكر العبد ربه تبارك وتعالى يكون وليا لله والله قال في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا الذكر كما ذكرت منشور الولاية قلت أن من أراد أن يكون وليا لله تبارك وتعالى أي في معية الله تبارك وتعالى وأن يكون من الذين إذا يعني رفعوا أكفة ضراعة الله تبارك وتعالى سائلين المولى الله سبحانه وتعالى يستجيب له لأن الأعراب قال أنا أعرف متى يذكرني ربي يعني عرف ربنا بيذكرني إمتى فتعجب الناس من قوله أنت بتقول إيه إيه اللي أنت بتقوله ده قال ألم يكن ربنا في القرآن فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم والله قال يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه الزكرة هو بكرة وأصيلة وسبحوه بكرة وأصيلة يا أيها الذين آمنوا واذكروا الله ذكرا كثيرا ركز ذكرا كثيرا لو ربنا قالك يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله وسبحوه ما قالش كثيرا ماشي أنا ربنا سبحانه وتعالى قالك يعني أمرنا أن نحن ها أذكروا مرة اثنين ثلاثة عشرة إنه كون الحق سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة دل دلالة واضحة على أن الذكر له أمر عظيم وله منزلة كبيرة